حبيبتي عملا ايه يا شاعة؟ عرفت انك جدي قلت ايش اقعد معاك شوية دا ايدي حبتتنوري شاهد لسه هيياك هناك اه هتقعد هناك كم يوم كدف انا مش فاهمة عجبها ايه في جاعدتها في مصر ما تيجي هناك تقعد وسط اهلها طيب انت شغلها حياتها وبعدين بعد ما الفيلا بتاعتنا رجلت اكيد هتقعد هناك فيلة ايه وبتاع ايه هو فيه اجمل اننا نقعد مع بعض ونتطمن على بعض الحملة عامل ايه معاك؟ كويس الحمد لله الحمد لله بقولك ايه؟ مادم شاهد في مصر وزينب ما هتهملش مراوان يبقى انتي تيجي تقعد معايا وهخلي بالي منك ومن النونو كمان حبيبتي يا شمس انا هنا كويس دايما يا حبيبتي دايما بالشاجة اه وانتي بقى نويت عامل ايه؟ في ايه بزبط هترجع شغلك ولا هتقعد بقت ربي العيال؟ لا انا حاوض يا ربي العيال انتي مجرونة يا زينب يا حبيبتي رجع شغلك انا متأكدة ان مراوان مش هيعترض على ايه حاجة زي دي وهو عارف مستقبلك مهمة قد ايه وشغلك مهمة قد ايه انا عارف انه مستقبلي بيهمه وعارفك مني انه مستقبله بيهمني بس اهم حاجة في الدنيا دي كلها مستقبل ابني طب يا حبيبتي ايه دخله بانك ترجع شغلك تيلي ما هو مش هينفع ان انا اكون في حتة وهوما في حتة تانية ما هو مش كام مراوان عايز يامل مشروع في مصر خلاص يجي يامل المشروع ده هنا ويبقى لي بزنس ويستقر وهو حسن في البلد يتابع كل حاجة هناك مراوان لازم يكون هناك وكل حاجة تبقى تحت عيني انت مش وصقف حسن ولا ايه؟ ولا انت مش شاف انه قد المسئولية؟ لا يا حبيبتي انا عارفة انه حسن قدها وقدوده ويقدر يدير الدنيا دي كلها بس انا برضه مش عاوزة اسيب مراوان وبعدين مني لقلك ان انا مش هشتغل لا افهمها دي بقى انا هشتغل مع مراوان وكتفي في كتفه مش هسيبه الواحد ولا لحظة اه ده شغل ستاب بقى وغيرة عايزة تعرفي هو رايح فينه جاي منينه بيعمل ايه؟ ما تقولي كده لا انا واثقة فيه يا سلام بقى امرت ايه بقى؟ بقى امرت ان مراوان عمل كل حاجة وعدني بيها وبعدين الاهم من ده كله ان انا واثقة في نفسي وعارفة انا عاوزة ايه بالزبط انت عارفة يا شهد انا لما سيبت مراوان مكانش عشان انا مش واثقة فيه لقى كنت عاوزها يبعد عن كل حاجة كان بيعملها غلط وكنت متأكدة انه مراوان مش هيسبني وحيفضل يدور ورايا عارفة ليه؟ ليه بقى؟ لانه مراوان طيب وبيعرف يحبه واللي بيعرف يحبه مايتخافش منه وتقدر يتخليه يعمل اي حاجة انت عاوزها بس بشرط شرط ايه؟ انه يشوفك طول الوقت جنبه وخايف عليه ويسمع من الكلام اللي يطمنه ويحس انه هو الكبير فيفضل طول الوقت خايف انه هو يصغر في نظرك ويقعد يدور عليك الناس الشهد فهم الحب غلط الحب زي ما قال بابا بالصبت بابا انت عارفة انا مره سعدت بابا قلت له او انت بتحب ماما قال لي اه يا زينة انا بحبها جدا قلت له ازاي ما انا طول الوقت مش شافك بتقعد معاها كتير ولا بتتكلم معاها فراح ضاحك وردد علي قال لي يا زينة الحب مش بالكلام والحب مش معناته ان انت تفضلي جنب اللي بتحبيه من الصبح البالليل لا الحب ان انت تفضلي تفكري في اللي بتحبيه طول الوقت مخليها في بالك وتخافي عليه وتعرفي كويس ازاي تحافظي عليه والله يا زينة بيبختك بكلام بواليكي انت عارفة مره عماتي قالت لي ايه جت يا الله يرحمه كان بيحط الناس كلها فوق راسه مهما ان كان هو مين بس المهم ان هو يبقى محترم وعند كلمته ولو مالك بس هو مش عند كلمته مش هيعمله اعتبار وده ايه بقى دخله بالحب عشان الحب احترامه قبل اي حاجة يا شهد مش معقول ان انت تحبي حد من غير ما تكوني بتحترميه هو بيحترمك يعني لازم يكون الاحترام متبادل ما بينك وانتو الاتنين بقولك ايه انا هقوم اتكلم مع هزت عشان ما يقولش ان انت نشاطه من اليوم طب استني انا عاوز افكرك بكلام بابا فاكرا ما كان بيقولك لازم تحافظي على اللي انت معاه وتخلي بالك منه انت لازم تحافظي على اللي قرب منك ويعملك خاطر وبعدين خلي باله انت عاوزة تعيشي مع واحد راجل واللي عاوزة تعيشي مع واحد تحت يدك مش فهمت قصولي ايه يا شاهدي يا حبيبتي اصلي فيه بنات بيفتكروا انه الراجل اللي بيقولهم حاضر ونعم هو ده اللي بيحبهم والرجل اللي بيعند معاهم وبيرفض طلباتهم يبقى بيكرههم طب ما انت حقيقية على فكرة لا لو ده كان صح كان عايزة مرجع لكيش لا مش فهمه عايزة تقولي ايه بالثبت يا شاهدي يا حبيبتي عايزة توقف قصادك لما انت كنت غلط عشان هو بيحبك وبيخاف على شبك بس ساعة الزنقى واقف في ظهرك قوى يا شاهد في يوم الايام تقولي له انت عملتلي ايه وتقعد يتعلي صوتك عليه مش حينفع الكلام ده خالص سينة بنت مالك النهاردة مالك يا حبيبتي عاملة كده زي امينة مع سستات في بين القصري لا يا استاذي انا مش عاملة زي امينة بس انا استوعبت كويس عارفة يا شاهد مروان بالحب خليته يعمل كل اللي انا عوزها طول ما انا مكبراه وحطها فيه دماغي حيقولي حاضر بنعم وطول ما انا شايلة مامته فوق دماغي حكبر في نظره بس خلي بالك الرجالة بياخدوا بالهم الحاجات دي كويس قوي اسمعي مني يا شاهد انا اختك طب خلاص بقى سيبينة اقوم اتكلم عزة بدل ما يدفش مني وكبان وقولي نمطن شاهد واخرتها يا فتي اخرتها ايه انت نفسك يا راجل مش عارف انت كويس ولا وحش معاهم ولا ضدهم خايف عليهم ولا نفسك تدمرهم الستة كريمة معاهم حقف كل كلمة قالتها اللي ربنا بيحبه وبيدي له فرص كتير وانت خدت فرص كتير يا فتي سرقت بنتهم وسمحوك ابتزتهم بدل المرة اتنين وسمحوك جوزت على بنتهم بدل الواحدة اتنين وبرضو سمحوك وفي الاخر برضو كل اللي همت الفلوس الله هنا على الاب الفلوس يا اخي حتى الراجل الوحيد اللي وير بجانبك وساعدك شايفه بيتقطع كل يوم وقلبه بيتحرق عشان يعرف الحقيقة وانت مش همك حاجة غير الفلوس بس انت لو اتكلمت لفتح العيلة دي ممكن تتدمر طب وليه تتدمر مروان عائل واكيد مش هيخلط الامور وبعض ومش هياخد حد بزن بحد وانت ربنا رزق باعي لفتحي وليزم تتدي بديها نظيفة من غير ما تشيل زن باي حد ها هتعمل ايه مين ولا شمال؟ صح ولا غلط؟ خد قرار واخلص بالهم ده بقى ازاك يا مروان؟ اهلا يا فتحي مالك؟ عايز فلوس؟ ايه انا تعبان قوي مروان وفي حاجة جواي ومش قادر اشيلها وبصراحة عايز اراح ضميلي كده وقولك عليها وخلاص ايه اتخنقت مع شامس؟ مروان انت الوحيد اللي وقفت جنبي في البيت ده وساعة تاني وده جميل انا مش قادر انسهولك بس في نفس الوقت انا مش عايز اشوفك كده تعبان ومهموم وبتتحرق من جواك تلقى الغاز اللي انت عملت قولها داي وتتكلم طوالي انت جتلي مره مروان البيت وسألتني ازا جات الست جبرية هاي اللي خرجت من بيت فريدة للي اتعاز البوك ولا لأ